السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي هالنهار ان شاء الله نقدموه للموضوع بناء على طلبكم وهو واحد السيد تصل بيه في الكومنتر وقال لي بليرا عندو البرغوت في الارانيب ديالو انا جاوبته وعطيته الحل وقلت انني عندي لكم الفيديو باش نوضح الامر بالنسبة لهذا الموضوع انه كيقول هاد السيد باللي ان البرغوت كين عندو في الارانيب ديالو في الحقيقة الارانيب ما كيجيهمش البرغوت تماما ما كينش كلمة برغوت في الارانيب كين ان امراض يجيهم بزاف كين يعني نبحث في هذه القضية هذه انا ما عنديش للمشكل هاده وصول الناس اللي عندو ديالا يب هاد الموضوع انه وواش الارانيب كيجيهم البرغوت المشكل فين كيكون كيكون ماشي في الارانيب ولكن اما عند هاد السيد اللي عندو البرغوت اللي وصل حتى الارانيب رها مشكل انها البرغوت خيب من كيجي الحيوانات البرغوت الاساس ديالو كيكون فين كيكون في القطة ووالكلاب اعزاكم الله وكيفش كيجي كيجي من الفضلات ديالهم الفضلات ديالهم يلمشي تابقوا كيتمرغدوا في الفضلات ديالهم عاد كيجيهم ما يسمى بالبرغوت اذا ما هو الحل الى كان عندنا البرغوت اما في الارانيب ديالنا او في الحيوانات ديالنا ما هو الحل الحل وهو كالتالي اذا الحل هو كين ثلاثة ديال العناصر كين الماء يكون واحد سطل ديال الماء وكاين العنصر اذا العنصر الثاني وهو مسحوق ديال الغسيل مشي من لابد ما تكون هاد العلامة تجارية وانما اي علامة تجارية المهم انه يكون مسحوق ديال التصبين هذا هو العنصر الثاني والعنصر الثالث هو كيما كتشوفوا معايا الرماد الرماد وهو من كيكون عندكم شي شي يعني شي مجمرة بحال هادا وكتديروا فيه الفاخر وكتشويوا به كيبقى هاد الرماد هو دهير بحال هكا هاد الرماد هاد هاد اول عنصر الاساسي اللي كيحييز هاد المشكل ديال البرغوت اذا الطريقة هي كالتالي اول حاجة كن نجيبو سطل ديال الماء ويكون متناص بحال هاد السطل هادا انتم ممكننا كنشوفوا وكاين يبتد يبتدوا واحد بكمية الاساسي اللي يبتده ثم هذا الطريقة يعني وكتتخلطوا بها الطريقة هادي كيطلق الرغوة ديالهم زيان حسنا أنتم راه دفاع طالق هاد الكشبوشة هادي هاد الرغوة هاد راه مفيدة بززاف الثالث عنصر وهو الرماد هاد الرماد داروري انكم تجيبو هاد هاد تفرسيت اللي كيكون فيه هكا تاخدو واحد الكيمية هكا هدا هكا نغطي نديرها في السطل ديال الماء اذا بهذه الطريقة هذي نديروا هادا الكمية لاحظوا ان من عند الناس اسمو ده لقوا واحد حد الصوت يعني هادا الرمادرها عنده واحد مفعول ثم كما كتشوفو كيتخلق معا نديرها طريقة مجربة من عند الناس الاقدام هم اللي يعني انا سولت كاين دوا ديال البرغوت عادي كاين دوا في الفرماسيان وتو فعال ولكن هاد طريقة هذي كانوا كيستعملوها للناس القدماء اكترية في الجيش يعني اي حيوان مصاب بالبرغوت هاد طريقة هي الطريقة المتلقة يعني كتخلطوا هاد شي هاد الخالط كله كيتخلط وما عليكم الا تجيبوا الارنب ديالكم وكتغطصوه في هاد المحلول هادا يعني غيكي كيتغطص هادك البرغوت كله مني كيشوف هاد المحلول هادا جاه كله يعني كيولي البرغوت كله كيبقف هاد في هاد المحلول كيبقف هاد الماء هادا ميمكنش انه يلا تغطص الارنب هاد طريقة بحالة كأنه يطلع وبقي فيه البرغوت كيبقف هاد الماء هاد الماء هاد الماء هاد حاولوا انكم تحفروا واحد الحفرة مثلا كيبقفوه فيها لانه هاد هاد وتبعدو على الدار ديالكم مش يديروه قريبا لدار ديالكم لانه هاد المحلول هادا كيبقى في هادك البرغوت يعني ما حاولوا انكم ما تقيسوش بيديكم يعني ديروا واحد اللي قات طيب بيها ما غالينش بززاف شي كيديروش يتلاس الدرهم ولا ركبوهم في ليد ديالكم ما كانش ديروا مثلا غي ميكا واحد ميكا تخشيو فيها ليدين ديالكم ومنين تغطصوه الارنب هاكا تحاولو تغطصوه كامل يعني سيبقى غي الرأس ديالو الاكسرية الادوني ديالو العينين هادو كيحاولو ما تقربوه مش ولكن الارنب كامل كيتغطص باكماله في هاد المحلول هادا بقى وحد نقولو خمس دقائق ديروا واحد كرنوه قدامكم وخلي واحد خمس دقائق منين تشوفوه سفي يعني دكشي المكونات بدات كتتخدم لانا البرغات غادي تشوفوه قدام عينيكم لانا غدي تلقاوا واحد الحشرة طالعة فوق هاد المحلول هادا حاولوغين ما تقيسوش بدا ديالكم لانا غدي تلقاه فيه العنصر الرئيسي وهو العملية هو الرماد الرماد شي حاجة اللي مؤجزة في الحقيقة انا تجربة دار علي واحد السيد قدام عيني بصح دارها فتجاج هو يعني راقبنا ان هذا البرغوت مكيبقاش بثاعة كان نظن ان الفكرة وصلتكم هنا ثلاثة العناصير هو ماء السطل مملؤ بالماء تيد احنا كنقوله تيد ولكن هو حقا مسحوق كما بغى يكون مسحوق اما قاع جميع المساحق كتديروا واحد الكمية مسحوق للغسيل دي هو عبارة عن قبرى كتديروا واحد الكمية شحال مكانت هذيك الكمية غير مهم انها ترغوي بحال هذا الرغوة بحال هكا منين تترغوي حاولوا تديروا واحد الكمية دي الرماد تخلطوا الخالي الكامل وتحطوا تغطسوا الارنب او دجاج او اي حيوان فيه او مثلا الكلاب تديروا تهوى واحد البانيو كبير تهوى الناس اللي عندهم شي كلب وتصاب بالبرغوت تهوى تخدم الخيطات كذلك المهم ان الوصفرها مجربة الناس اللي عندهم برغوت ما يقشخ خافهم من البرغوت ان شاء الله هذا هو الدواء دياله يعني الوصفة مجربة الحلقة ديالنا راسلات تشاركوا معنا في القناة وتكيوا على زر الجيم باش تسندونا وتكيوا على زر الجرس كي يصلكم الجديد دياله ان شاء الله الى اللقاء في الحلقة المقبلة اشتركوا في القناة